أعزائي مشاهدي قناة الحياة أرحب بكم في حلقة جديدة في موضوع المجلة اليهودية حلقة اليوم سوف تقدم تعريفا عن إحدى أنماط أو شكل من أشكال الكتابات اليهودية والذي أحيانا نقرأه أو نسمع به عبر وسال التواصل الاجتماعي وأحيانا الشخص المهتم بالدراسات الدينية يجد هذا المصطلح يتكرر كثيرا وهو الترجوم أو الترجوم الترجوم هو مصطلح يدل على الترجمة الآرامية للتناخ أو للكتاب المقدس الأحد القديم التي وضعت بين القرن الثاني والقرن الخامس والترجوم هو جزء من الأدب الحبري إذن يحتوي الكتابات أو الأدب الحبري على أنماط أدبية مختلفة من بينها الترجوم وهو موضوع هذه الحلقة وكان الهدف من الترجوم شرح ونقل الكتاب العبري إلى اللغة الآرامية وهو خلافا للترجمة اليونانية فأن الترجمات الآرامية أو الترجومات هي موجهة إلى المجتمعات اليهودية في فلسطين ماذا يعني كلمة الترجوم؟ المشاهد العربي غالبا بإمكانه أن يتوقع بشكل حدسي معنى كلمة الترجوم قريبة من كلمة الترجمة فالترجوم مفردة من الآرامية ترجوم وتعني ترجمة تفسير وتجمع على ترجومين ومفردة ترجوم لا تشير إلى أي نوع من أنواع الترجمة بل تتحدث بشكل عام إلى كل أنواع الترجمات التي انتقلت إلى اللغة الآرامية ما يميز الترجمة الترجومية خلافا للترجمات اليونانية أو الترجمات الأخرى أنها ترجمة تشتمل على عناصر تفسيرية بمعنى أنها ليست فقط ترجمة للتناخ ولكن هي ترجمة يضاف إليها أحيانا عبارات تفسيرية والمترجم المكلف بهذه المهمة يسمى مترقمان وهو الشخص الذي يقرأ الترجمة إلى اللغة الآرامية أثناء قراءة التوراة أحيانا يحدث في المجامع اليهودية عندما لم يعد الناس قادرين على فهم اللغة العبرية وكانوا يتحدثون باللغة الآرامية فكان القائد الصلاة يقرأ باللغة العبرية لص التوراة ويأتي المترجم أو مترقمان فينقل النص إلى اللغة الآرامية شفويا بصوت عالي وأحيانا يضيف إليها نوع من التفسير هذا العمل بمعنى الترجمة الشفوية إلى اللغة الآرامية كان ضروريا في نهاية القرن الأول عندما كانت الآرامية هي اللغة السائدة بينما انحصرت العبرية في الدراسة والعبادة ويتميز أمل المترجم في هذا الموضوع بأنه كان يتوسع بالترجمة فكان بإمكانه أن يعيد صياغة بعض العبارات ويضيف شروحات ويقدم أمثلة وبهذا فأن عملية الترجمة هي لم تكن ترجمة فقط ترجمة ولكن ترجمة كأنها مرفقة بنوع من العيزات وهذا الأمر كان شائع في فلسطين وفي الشرق عموما وتذكر المصادر اليهودية بأنه في الماضي كان يتم قراءة الترجم بعد كل آية من آيات التورات وبعد كل ثلاث آيات من الكتابات الأخرى كان يتم تقديم ترجماته إذن ما هو الشرط الشخص الذي يجب أن يتمتع به أو المؤهل لأن يكون مترجما أو مترجما الترجم أو المترجم مثله مثل قائد الصلاة أو الخزان يجب أن يكون بالغا ولكن يمكن المترجم أن يكون أيضا ليس بالغا هذا الأمر ممكن تتجاوزه أحيانا ولكن يشترط له أن يكون قادرا على هذا العمل باحترام ووقار ما هو الغرض من الترجم؟ يعني عندما بدأ موضوع الترجمات أو الترجمة إلى الآرامية ماذا كان الهدف؟ أشرنا إلى الهدف الأول عنده لدخل النصوص التوراتية في المجامع أثناء الخدمة خدمات الصلاة إلى اللغة المحكية التي يفهمها الناس أو المستمعون ولكن أيضا للترجمة هي الترجم لها غايتان الأول هي الترجمة والأمر الثاني هو أمر التفسير التفسير هدف الترجم هو نشر المعرفة بتقديم معرفة أيضا عندما يقوم المترجم بالترجمة ويقدم تفسيرا فهو يهدف إلى تقديم نوع من الشرح أكثر للتورات والتفسير للتورات للعامة متى بدأت مشروع أو فكرة الترجمات؟ لا يوجد تحديد دقيق لا يوجد اتفاق دقيق على موعد سنة معينة أنه هنا بدأ أول عمل للترجم ولكن التقاليد اليهودية تقول أن أول الترجم يمكن أن يقول أنه منسوب إلى عزرة في القرن الخامس قبل الميلاد في حين تشير المخطوطات إلى وجود قطع من الترجمات في قمران تعود للقرن الثاني والأول قبل الميلاد وكذلك إلى القرن الأول ميلادي ولكن لا يوجد تأكيد قاطع بأن متى كتبت الترجمات إذا كانت فعلا قديمة الاتجاه العام بين الباحثين اليوم هو ليس الاتجاه مئة بالمئة ولكن الاتجاه العام يتبنى فرضية أن الترجمات بدأت عواليا في القرن الثالث والرابع الميلادي إذا قلنا أني للترجم مجموعة من الأهداف فعندما نقول أننا لدينا ترجمة ويمكن أن نجد ترجم يحتوي على ترجمة حرة بمعنى يتصرف بشكل الترجمة وأحيانا ترجم يضيف كلمات وأحيانا ترجم يمكن أن يضيف جمل هو يوضح وأحيانا ترجم يدخل تفسيرات داخل النص تفسيرات قصصية أو مدراشية متى بدأ تدوين الترجم؟ قلنا أن الترجم كان عملا شفويا في البداية كان هو عمل المترجم في المجامع أثناء خدمات الصلاة متى بدأت كتابة الترجم بمعنى الانتقال من النص الشفوي إلى النص المكتوب يعتبر الترجم هو يعني من النصوص في البداية كانت شفوية ثم صارت مكتوبة في البداية الترجم لم يتحمس الأحبار إلى كتابة الترجم في البداية أولا لأنه كان يوجد رأي عن الأحبار أن ما وصل شفويا إليهم يجب أن يبقى شفويا بمعنى ثمة نص تشريعي في اليهودية يقول أنا ذاك قديما ما كان شفويا الترجم كان شفويا فيجب أن يبقى شفويا ولهذا عندما بدأ البعض في كتابة الترجمات تحفظت المرجعيات الدينية عليه ولم يقبل به سريعا ولكن تدريجيا تم القبول به اليوم نحن نجد أكبر أشهر ترجم مشهور نحن اليوم لو ذهبنا للبحث عن الترجم نجد أول ما يصدفنا أشهر ترجم ترجم أونكيلوس وهو مكتوب الآرامية للتوراة بمعنى الأسفار الخمسة وهو أشهر الترجمات وحسب التقاليد اليهودية فالذي قام به هو أونكيلوس المهتدي إلى اليهودية الشخص لم يكن يهوديا اعتنق اليهودية وله الفضل بأنه كتب هذا الترجم الأسفار الخمسة إلى الآرامية ويعتقد بمعنى هذا الرأي هو الرأي اليهودي التقليدي أن هذا تم بإشراف الحبر اليعازر والحبر يشو طبعا يوجد جدل كبير بين الباحثين اليوم على صحة هذه الرواية الموجودة في التقاليد اليهودية ما بينها إن كانت صحيحة أو لا الترجم الثاني وهو ترجم يسمى ترجم يوناثان أيضا ترجم جدا هام هو ترجم خاص للأنبياء نيفائيم وهو أي بمعنى لأسفار يشو القضاد سوموئيل الملوك الشاية إيرميحسقيال والأنبياء الاثنى عشر طبعا مكانته هو في الماضي لم يكن في البداية عنده مكانة ثم صار يتمتع بمكانة كبيرة الترجم لأنه يحتوي على عناصر قصصية وتفسيرية وصار جزء من الدراسة عند الأحبار لاحقا في المجتمعات اليهودية لماذا؟ لأنه يساعد على دراسة أكثر للموضوعات التشريعية والتفسيرية والقصصية وفي القرون الوسطى بدأ الاهتمام بطبع الترجم إلى جوار النص العبري طبعا ممكن كموقف أخير يسأل الشخص لو نحن حبينا ندرس الترجم في اللغة الإنجليزية سمتها مصادر كثيرة لدراسة التلمون وتصدر عن جامعات كبرى أصبح الآن يتمتع بهمية كبيرة وبريل نفسها عندها سلسلة خاصة بدراسات عن الترجم إذن حق الترجم حقه الواسع وهام جدا في الدراسات اليهودية وهو يسلط أضواء كثيرة على الدراسات الدينية فضلا على أنه قد يساعد أيضا على تفسير بعض الخلفيات بخصوص مصادر الإسلام حلقة اليوم اتهت في التعريف في أحد الكتابات اليهودية الهامة التي تدرس بشكل مكسف علميا وعقاديا عند البعض هو الترجم شكرا جزيلا وعلى اللقاء في حلقة قادمة اشتركوا في القناة